المساء من سكاينيوز عربية مع ماجد الفارسي يأبى الحوثيون إلا أن يعاكسوا انتظارات الشعب اليمني وانتظارات العالم فعلى الرغم من الآمال التي يعقدها المجتمع الدولي على جولة مشاورات جينيب كلحظة حاسمة تديرها الأمم المتحدة من شأنها انتظى حدا لمعاناة اليمن عبر عملية سياسية يصر الحوثيون على لعب دور المعرقل الأنباء الواردة من جينيف تشير إلى إصرار وفد الانقلابيين على تنفيذ ثلاثة شروط قبل المشاركة في المشاورات تسويف رفضته الحكومة الشرعية بشدة ولو حتى أنها قد تنسحب من موعد حوله الحوثيون بتماطلهم وشروطهم إلى مسرحية سياسية تتسارع الأحداث القادمة من جينيف فبعد تأجيل الانطلاقات الرسمية للمحادثات بشأن اليمن بسبب عدم وصول وفد المتمردين ودعاءاتهم التي تم كشف زيفها بمنعهم من مغادرة مطار صنعاء التحالف الدولي يكشف منح تصريح لوفد الحوثيين لمغادرة اليمن بناء على طلب الأمم المتحدة لكات القوات المشتركة للتحالف تم تقديم طلب إليها من الأمم المتحدة بشأن إعطاء التصريح لمغادرة وفد الحوثي تم إعطاء التصريح وفي يوم أمس تركينا طلب من الأمم المتحدة بإلغاء التصريح وبذلك ما في شك كما أوضح المبعوث الخاص في تصريحات يوم أمس أن المشاورات أو المحادثات لا بد أن تكون من دون شروط أعتقد أن المليشية الحوثية قدمت شروط على الأمم المتحدة أو المبعوث الخاص من العام الممتحدة وهذا سياسة تتبع المليشيات الحوثية ودليل على عدم الجدية ممطلة المتمردين المستمرة لإنهاء الأزمة يقابلها التزام الحكومة اليمنية لانخراطة في المصاري السياسي لحل الأزمة وذلك بعد وصول وفد الحكومة في الموعد إلى المدينة السويسرية وبالتزامن أجرى أعضاء الوفد اجتماعا غير رسميا مع المبعوث الدولي إلى اليمن لمناقشة آخر تطورات الدائرة وذكرت مصادر أن الوفد الحكومي وردا على سلوك الانقلابيين الغير الجدي المحايلة مغادرة جونيف في حال عدم وصول وفد الحوثيين اليوم الطرف الحوثي وكعادته يبدو أنه استطاع زعزعة ثقة المتتبعين للشأن اليمني بشأن نجاح المشاورات خاصة بعدما بات واضحا سعي مليشيات الحوثي إطالة أمد الأزمة والحرب بإعاز من راعيهم النظام الإيراني العدم تدية المليشيات الحوثية هي ليست فقط لهذه المحادثات كما ذكروا يوم أمس في وسائل الإعلام بأن التحالف يعطل مغادرة المجموعة الحوثية الذين مشاركين في المؤتمر هناك دائما مواطنة من المليشيات الحوثية وهم لا يمتلكون أي قرارة وهم مجرد أداة لا يوجد شك أن هناك مستشارين كثيرين بالنسبة لمليشيات الحوثية سواء من الحرص الثوري الإيراني أو من حزب الله اللبناني الإرهابي في هذا الجانب مؤشرات يراها البعض غير مبشرة لمجرايات حل حالة ملفات الأزمة اليمنية التي لا تزال تراوح مكانها في جناز فحتى المبعوث الدولي يبدو أنه قلل من سقف التوقعات من هذه الجولة من المفاوضات ليصف ما سيجري بأنه مشاورات بناء ثقة بين الطرفين ومن المقرر بحسب جريفت أن يتضمن اللقاء الذي سيستمر ثلاثة أيام إن عقد ملفات عدة على رأسها الأسرة والمعتقلون بالإضافة إلى ملف المساعدات الإنسانية ولم يتطرق جريفت لتفاصيل أو معلومات بشأن المفاوضات أو مشاورات تتعلق بالحل السياسي معنا من جنيب وكيل وزارة الشباب وعضو الفريق الإعلامي للوفد الحكومي السيد حمزة الكمالي ومعي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية السيد نبيل عبد الحفيظة أهلا بضيوفي وأبدأ مع السيد حمزة الكمالي إذن سيد حمزة أنت من الوفد المفاوض عضو الفريق الإعلامي هناك وصل ليس وفد إعلامي ليس هناك فريق إعلامي نحن هنا مع الحكومة لكن لسنا فريق إعلامي ولسنا مع رسمية لأنه لا يوجد فريق إعلامي في هذه المشاورات طيب إذن أنت من الوفد الحكومي طيب أنتم لست من الوفد الحكومي بأي صفة مشارك سيد حمزة التفضل الوفد الحكومي 12 شخص نحن واتينا لجنيف مع الحكومة وليسنا مع الوفد الحكومي طيب أنا سأسألك هنا أنت تشارك ولكنك ليس مع الوفد الحكومي أليس كذلك أنا لست عضو الوفد لكننا مع الحكومة أحيانا للمشاورات بشكل خاص طيب سيد حمزة إذن وصل الوفد الحكومي إلى جنيف لكن وفد الحوثيين إلى الآن لم يصل الوفد الحكومي قال أنه ممكن أن ينسحب خلال 24 ساعة قادمة إذا لم يصل الحوثيين إلى هناك هل تعتقد هناك إطار زمني ممكن أن يتبنى الوفد الحكومي قبل الانسحاب من هذه المباحثات إذا لم يصل وفد الحوثيين حقيقة الوفد الحكومي أتى في موعده وأتى بتوجهات من فخامة الرئيس هادي برسالة واضحة من أجل السلام لدعم جهود المبعوث الأممي أتى الوفد في موعده وقد التقى مع المبعوث الأممي بالأمس واليوم التقى الرئيس الوفد مع المبعوث الأممي في لقاء ساعات متعددة وسيكون هناك لقاءة خلال الساعة القادمة مع سفراء الدول الثمانية عشر الداعمة للسلام في اليمن هذه اللقاءات أتت مع لقاءات أخرى جرت على مستوى الفردي وعلى مستوى الجماعي وهذه اللقاءات كلها يضع الوفد الحكومي فيها الجميع في الصورة وأولها من نبعوث الأممي بأن الحكومة مع السلام والحكومة ومن خلفها بالتأكيد التحالف العربي يدعمون جهود السلام لكن هناك من لا يريد السلام في اليمن هناك من يتعذر ومن يخلق العذر الواهية الحوثيون غير صادقون أبدا وهذه ليست أول مرة الحوثيون منذ 2004 وهم يتقلبون على الاتفاقيات أكثر من 100 اتفاقية تم التوافق معهم فيها وانقلبوا عليها لم تكن آخرها الكويت ولا قبلها في بيال وفي الجينيف قبل ذلك كل هذه الاتفاقيات انقلب عليها الحوثيون وأرادوا أن يثبتوا وهم يثبتون بالتأكيد بأنهم ليسوا مع السلام وهم يزايدون فقط بمسألة الأزمة الإنسانية الحديث عن ترخيص الطائرة تم ضحظه سيد حمزة أنا سأبحث معك الشروط لكن أريد أن أتحدث عن الوفد الحكومي هل هناك إطار زمني للانسحاب حقيقة أم أنه مفتوح أنت وكيل وزارة الشباب في الحكومة اليمنية هنا حتى هذه اللحظة وفدنا نعم 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 أنا متطلع على كل شيء حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد وقت معين لكن أنا أقول لك بأن الوفد الحكومي لن يبقى الأبد في جينيف خلال الساعة القادمة سيتم تحديد الموقف بشكل رسمي وواضح وأمام الجميع وسيكون هذا الموقف سيرسل به رسالة المبعوث وسيحدد الوفد الحكومي أنه قام بواجبة وأنه قاب بما عليه بما يتعلق بهذه المشاورات ليس هناك ساعة محددة بعينها طيب سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية من القاهرة معي سيد نبيل باعتقادك طبعا الحوثيين لم يأتوا اليوم إلى هذه المباحثات قدموا شروط قالوا أنهم متفقون مع الأمم المتحدة والمبعوث حول هذه الشروط ولكن لم تعلن من ذي قبل باعتقادك ما الأسباب الحقيقية على هذا التأخير ما الأسباب الحقيقية لطرح هذه الشروط في يوم المباحثات وتأخير هذه المباحثات أصحاد الله مساءكم أخي الكريم أنت وجميع السادة المشاهدين الحوثيون كما أفاد أخي حمزة اعتادوا على عدم الوفاة بأي تعهدات يقطعونها الآن هم يستغلون هذه الفرصة من خلال إسرارهم الشديد على إخراج مجموعة من طبعا معلومات المتواردة إلينا أن لديهم مجموعة من القيادات التي تؤازرهم أو تدعمهم خلال فترة الحرب من جماعة حسن نصر الله الحزب الله اللبناني الإيراني في الإرهابي وجماعة الحرس التوري الإيراني يحاولون أن يخرجوا هذه القيادات من داخل صنعاء هم يعتبرون هذه فرصة مهمة بالنسبة لهم للخروج ولذلك أصروا على أن تكون الطائرة عمانية وأن تقلهم أولا إلى عمان ثم إلى جنيف هذا أصبح أمرا واضحا هم يدعون أن لديهم مجموعة من القرحة وهو عملية لربط قضيتين ليس لهما أي ارتباط مواضيع القرحة لها أطورها المستقلة وموضوع الوفد إلى جنيف هو وفد يفترض أنه وفد سياسي سيذهب إلى جنيف وبالتالي عبر طائرات الأمم المتحدة والتصريح كان قد أعد لهذه الطائرة إلا أنهم ما زالوا يضغطون من خلال ما يقومون به من عملية للضغط لإخراج هؤلاء الذين يريدون إخراجهم هذا هو السبب الرئيسي لكل هذه المماطلات طيب سيد حمزة الحوثيين قالوا أنهم اتفقوا مع المبعوث الأممي مع الأمم المتحدة حول هذه الشروط منذ قبل وأنهم يعني ملتزمون بهذه الشروط ويريدون تحقيقها هنا أريد أن أسألك إذا ما كان هناك مماطلة أكثر هل ممكن أن تقوم الأمم المتحدة بتحقيق هذه الشروط لكي يصل هذا الوفد أما أنه بالتالي سيكون رفض كامل تواصلكم مع الأمم المتحدة مع المبعوث الموجود في جنيف هل توصلتم إلى خلاصة في هذا الموضوع؟ لا أعتقد أننا سنقبل كحقوبة شرعية وكتحالف عربي أن نرضخ لهذه الشروط ما نريد أن يأتي إلى المشاورات يأتي بدون شروط الإتيان وصناعة الشروط وصناعة الأعذار الوهمية هو تهرر بحقيقي من قبل الحوثيين أنا أقول لك أنه الأمر واضح بالنسبة لنا الآن الحوثيون يصفعون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويقولون بأنهم لا يهتموا بالسلام يحاولون أن يصوروا سألخص لك الوضع الحوثيون يحاولون أن يعطوا رسالة أنهم أقوية أمام أنصارهم في الداخل لكن الواقع غير ذلك اليوم إذا ما تحدثت عزيزي ماجد نحن نتحدث عن واقع آخر اليوم المعارك في مران المعارك في حجة المعارك في مقى يعني في معقل عبد الملك الحوثيين الوضع الخريطة العسكرية تغيرت تماما الحوثيون منحسرين الحوثيون منذ سنتين ونصفنا الآن لا يتقدموا متر واحد على الأرض لذلك يحاولون أن نصنع انتصار واهمي عبر التأخر على القدوم وعبر حتى إفشال المشاورات لكن الحكومة الشرعية ماذا فعلت لكم الشرعية؟ الحكومة الشرعية أتت من موقف قوي على الأرض لديها موقف دبلوماسي قوي إجماع دولي هذا الإجماع الدولي يتعزز بلقاءتنا مع السفراء سفراء الدول الثمانية عشر ومع الدبلوماسيين المتواجدين في جنيف الجميع يؤكد بأن الحكومة استطاعت أن تضع الحوثي في الزاوية وأن تثبت بأنه لا يريد السلام أمام المبعوث وأمام الدول الأخرى هو يريد أن يقول بأنه قوي لكنه ضعيف وهذا الموقف يعبر عن ضعف وهذا الكذب والتلاعب ليس جديد علينا نحن أتينا ونحن نعلم منذ اللحظة الأولى هي ليست مفاوضات وليست مضاحتات هي مشاورات كان سينتقل فيها السيدة المبعوث بين الطرفين والحكومة أتت واتفقت مع المبعوث مع هذا الميعاد منذ شهرين وليس منذ اليوم فتلكه الحوثي وتعذره هو تهرب من الذهاب نحو المشاورات وهو تعبير عن ضعف كما قلت لك السابقا طيب سيد نبيل في الشروط التي قدمها الحوثيون كما تطرق لها هي مسألة إخراج المصابين والجرحة إلى خارج وعلاجهم وجلب من تم علاجه وضمان أن يعود الوفد إلى صنعاء يعني بأن لا يتم إبقائها خارجا هذه الشروط يعني هي مغلفة بإطار إنساني هكذا يطرحه الحوثيون لكن لها أيضا جانب مبطن كيف ممكن قراءة هذا الجانب المبطن في هذه الشروط؟ ببساطة كما قلت لك أخي الكريم موضوع الجرحة والمصابين هناك ترتيبات تتم عبر الصليب الأحمر لمثل هذه الحالات الجرحة والمصابين وهذه لها رحلات يقوم بها الصليب الأحمر وتتعاون التحالف العربي بشكل كبير مع الصليب الأحمر في مثل هذه القضايا هذا موضوع مستقل لكن هم يريدون أن يستغلون هذه العملية أو هذه الرحلة في إطار إخراج قيادات عسكرية يريدون إخراجها وخصوصا ممن ذكرناهم نحن نقول باختصار شديد أن الاتفاق الذي تم مع المبعوث الأممي هو المجيء يوم 6 سبتمبر تبدأ مفاوضات أو مباحثات كل طرف على حدة داخل جنيف على أساس أنه بدون شروط وبالتالي إيجاد أي شروط من قبل الحوثيين يتنافى مع ما طرحه المبعوث الأممي منذ البداية أن هذه المفاوضات تأتي بدون أي قيد أو شرط الآن الوفد الحكومي حتى وإن ترك المفاوضات فهو سيتركها بعد أن تكون قد انتهت منها اليوم يكون انتهت ثلثة المدة غدا ستكون ثلثي مدة المفاوضات المحددة بشكل أولي بثلاثة أيام غدا ستكون انتهت انقضة ثلثية المدة وعليه فإن الوفد الحكومي سيكون قد أعطى للمبعوث الأممي المدة الكافية لإيصال هؤلاء إلى جنيف وبالتالي لم يعد عليه أي لغم بالعكس كان متواجداً وكان حريصاً على هذا الوجود والحضور ونحن نقول أن ما يقوم به الوفد الحكومي الآن يحقق انتصاراً دبلوماسياً جيداً لأنه ينقل الصورة الآن إلى كافة سفراء الدول الثمنطأش المعنية بالشأن اليمني بالإضافة إلى لقاءاته مع المبعوث الأممي وهو بذلك يكون قد أوصل رسالته وأوصل مدى حرصه على التسوية السياسية والسلم الاجتماعي بكل الوسائل طيب سيد حمزة الكمالي يعني الحديث عن الأطر الزمنية هو يعني في حالات المفاوضات والمباحثات صعب جداً لأنه رأينا كثير مباحثات في كثير ملفات يكون هناك تأخير وارد هذا الأمر هنا أريد أن أسألك هذه المباحثات لم تأتي في ظروف فيها حسن نواية يعني من ذي قبل كان هناك بعض المباحثات يكون فيها هدى يكون فيها وقف إطلاق نار ولو من جانب واحد هذه المباحثات أتت في وقت سوداوي بشكل كبير هل كنتم تتوقعون أن تخرج بشيء؟ هل تتوقعون أن تخرج بشيء إلى الآن؟ ما النظرة لكم في هذه المباحثات؟ حسن النواية في هذه اللحظة هو محاولة الحوثي التصعيد على أطراف الحديدة ومحاولة الحوثي إطلاق الصواريخ الباليستية على الأجران هذا هو حسن نواية الحوثيين حوثيون يا عزيزي جماعة راديكالية متطرفة جماعة لا تختلف عن داعش ولا تختلف عن القاعدة تؤمن بالعنف لا تؤمن بالسلام جماعة تحاول تطعيف المجتمع وتنفيذ مشروع الخميني في اليمن عبر تحويل اليمن إلى بلد متطرفة لا تنتق مقاتلين الأجمع شروع الإيراني هنا نحن لا نتحدث عن جماعة تستطيع أن تتفهم مع السياسي لكن أنتم حاضرون أستاذ حمزة أنتم حاضرون اليوم بالوفد وتريد أن ننقاش مع هذه الجماعة سأوضح لك لماذا الحضور؟ نحن نتناقش نحن أتينا برسالة واضحة لأننا نؤمن بأن السلام هو الخيار الأمثل والأفضل لليمن وفقاً للمرقعيات الثلاث المبادرة مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن نحن نقول للمجتمع الدول الذي يضغط علينا ويضغط على التحالف العربي وليد حال السياسي نقول له بأننا مستعدون وليس عندنا أي تحافظ على السلام على عكس ما يقال بأننا نريد خيار الحرب فقط لذلك كما قال ضيفك العزيز بن القاهرة الشرعية اليوم تثبت مع وفدها الحاضر ومن خلفها التحالف العربي بأنهم مع السلام وبأنهم من لا يريد السلام ومن يؤجج ويستفيد ويستثمن الأزمة الإنسانية هو الحوثي أنا أقول لك أن أغلب السفراء وأغلب الدملاسي المتواجدين في جينيف وصلوا ويصلون إلى هذه القناعة خلال هذه الساعات وقد كانت موجودة من قبل ومؤكدة لأن تتأكد الأمر الآخر الذي يريد تتحدث عنه هناك لقاء بين المبعوث وبين سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأم بالإضافة إلى لقاء آخر سيتم بين الوفد الحكومة الشرعية خلال الساعة القادمة مع سفراء الدول الثمانية عشر الجميع موقن ويقول بوضوح بأن هذه المشاورات كما سابقتها أفشلها الحوثي وأنه لا يوجد أمام الحكومة الشرعية إلا أن تفرض واقعا آخرا على الأرض وتنهي هذه الأزمة عسكريا من يريد مننا أن نكون نحن من نرفض السلام هذا غير منطقي نحن مع السلام لأننا نؤمن أن السلام وأن السياسة وأن الحل السلمي أفضل لكن الحوثي يضع الجميع أمام خيار واحد وهو خيار القوة وخيار المطرقة لإنهاء هذه الأفا السرطانية التي تلتهم قسد الشعب اليمني والتي كلما تأخر الوقت كلما أصبح العلاد منها أصاب طيب سيد نبيل عبد الحفيظ الحديث عن مباحثات غير مباشرة إلى الآن يعني يتم الحديث عن مباحثات أو مشاورات غير مباشرة مشاورات أنا هنا أريد أسأل السيد نبيل عن الشارع السياسي كيف ممكن نظر إليها الحضور في مكان واحد والمشاورات غير مباشرة هل هناك أمل منها يعني لو بقى كل طرف في مكانه ألن يكون أفضل؟ ما النظرة هنا حول هذا الموضوع؟ تعتمد الأمم المتحدة هذا الأسلوب كثيراً ولم يأتي به مارتين جريفت فلقد تمده المبعوث الأممي إلى سوريا وإلى كثير من المناطق وذلك لثلاثة أسباب رئيسية السبب الأول هو العمل على إيجاد مجموعة من الشخصيات الذات المسؤولية في كل الأطراف وبالتالي إيجادهم في مكان واحد بحيث يكون هناك قدرة على التناول المباشر مع القضايا وأيضاً ضمان سرية هذه المحادثات أو هذه المشاورات بالإضافة إلى العمل السريع من أجل الوصول إلى قرارات التعامل مع كل طرف في منطقته يحتاج إلى وقت زمني كبير وبالتالي هذا ما يريد أن يقلصه السيد مارتين جريفت من خلال هذا الأسلوب أضيف إلى ذلك إلى ما قاله الأخ حمزة الرئيس كان قد أعلن مراراً وتكراراً أن الإنسان اليمني هو أغلى ما نملك. ولذلك نحن نقبل بالتسويات السياسية وفق المرجعيات الثلاث ليس لشيء وليس من أجل الحوثيين ولكن من أجل ضمان سلامة الإنسان اليمني. هذا ما يجعلنا نقبل بهذه الضغوط مع أننا قادرين على تحرير المناطق اليمنية بشكل أو بآخر القضية الثانية أنه لو لا تطبيق القوات اليمنية سواء الجيش الحكومي أو التحالف العربي أو المقاومة المشتركة لو لا تطبيقهم لقواعد الاشتباك الدولي وما ينص عليه الاتفاقية الجنف الرابعة على حماية المدنيين. لو لا ذلك لكان قد تم اكتياح المدن والسيطرة الكاملة عليها. وهو ما يستغله الطرف الآخر هذه الميليشيات تستغل كل ذلك لاستخدام المدنيين كدرع بشرية. نحن نقول التسوية ليس من أجل الحوثيين ولكن من أجل الشعب اليمني. طيب. سيد حمزة الكمالي يعني تعرف طريق السلام صعب جدا. لا بد أن يكون هناك تقبل لأفكار غير معتادة. يعني الحديث إذا ما وصلتم إلى مستوى الحديث عن مستقبل الرئيس اليمني مثلا. أو مستقبل هل نزع السلاح قبل التسوية السياسية. مثل هذه الأمور الشائكة التي كانت موجودة في مبادرات سابقة أو مباحثات سابقة. هل لديكم إجابات لها؟ هل أنتم مخولون بشكل كبير في الحديث عنها؟ ما مدى المرونة الموجودة لديكم في هذه المرة؟ دعني أوضح شيء مهم جدا. هذه المشاورات ملفاتها الرئيسية هي ملفات إنسانية. ملف المعتقلين وملف المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز وبقية المناطق. ما يتم الحديث عنه عن أمور السياسية غير صحيح تماما. وثانيا وهو الأهم أن شرعية الرئيس أمر لن يتم النقاش به وهو أمر محسوم منذ البداية من قبلنا ومن قبل المجتمع الدولي. ما نتحدث عنه نحن كحكومة شرعية وكحكومة الجمهورية اليمنية هو إنهاء الإجراءات الأمنية والعسكرية. الإنسحاب والتسليم ومن ثم إخضاع من ارتكبوا جرائم بحق الشعب اليمني إلى القانون ومن تبقى كجماعة سياسية يتم التعامل معهم كحرس سياسي ما لم يرتكبوا جرائم. استيعابهم بحقمهم الحقيقي وليس أكبر من حقمهم. استيعابهم كالطرف سياسي عندما يتم نزع سلاحهم وانسحابهم من المدن وإخراج مرتكبي جرائم الحرب. لكن بأي صيغة أخرى لا يوجد أي حديث. ولن يتم النقاش أبدا. لا من قريب ولا من بعيد. وأمر الشرعية أمر محسوم بالنسبة لفخامة الرئيس. لكن مسألة التسوية. أيضا الأمور المتعلقة بالسيادية. طيب سيد حمزة. مسألة التسوية. ماذا ستقدمون الأمم المتحدة لإيجاد هذه التسوية؟ تعرف الأمم المتحدة تريد حل سياسي؟ نعم الحل السياسي يضمن شراكتهم في الحكومة. بوضوح هناك مبادلات عدة طريحات. لكن موضوع شرعية الرئيس وسيادية وصلاحية الرئيس أمر لن يتم المناقش به. نحن نتحدث عن استيعابهم في الحكومة بعد إنهاء الأجرات الأمنية والعسكرية. أما الأحاديث التي تقال بأن هذه الأحاديث غير صحيحة تماما. وأقول لك عزيزي ما قدت. لأعود إلى النقطة الأولى نحن أتينا إلى جنيف وبوقفنا قوي على الأرض. ومن خلفنا الأشقاء في التحالف العربي بقيارة المملكة العربية السعودية والإمارات. اليوم الحلثيون منحسنون. الحلثيون سنتين كاملتين. لم يتقدموا شبر واحد الأرض. اليوم المعارك في الظاهر في كتاف في البقع المعارك اليوم في حجة في حرض في عبس في حيران المعارك أصبحت في معاقل ونواة الحلثي. نحن نتحدث عن انحسار كامل للحلثي. وأعتقد بأنه حتى الضغوطات الدولية التي كانت تمارس علينا خلال الشهنة الماضية والمتعلقة بالحديدة وبتصعيد تخفيف العمل العسكري. بعد إفشال الحلثيين لمشاورات. أعتقد أنها لن تكون بنفس القوة. وأعتقد أنها ستتيح مجال لنا والتحالف العربي لحسب الأمور على الأرض. وإعادة الدولة اليمنية من براث العصابة الإيرانية المتطرفة. أشكرك كان معي من جنيف وكيل وزارة الشباب السيد حمزة الكمالي من جنيف كان معنا. ومن القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية سيد نبيل عبد الحفيظ. شكرا جزيلا لكم.